الكثير من الناس لا يفرقون بين الفيروس والبكتيريا فيظنون أن لهم نفس المعنى لكن هذا الأمر خاطئ وغير مقبول فلكل مصطلح له معنى وخصائصه التكوينية لذا في هذا الفيديو سنقدم لكم اختلافات بين الفيروسات والبكتيريا ومن هو أكثر فتكا وضررا على جسم الإنسان لذا ابقوا معنا رجاء نريد دعما منكم عبر الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا رغم أن كل من الفيروسات والبكتيريا تسبب الأمراض إلا أن هناك اختلافات كبيرة بينهما من الناحية البيولوجية فالفيروسات ليست كائنات حية ولا يمكن القضاء عليها بواسطة المضادات الحيوية الفيروسات حجمها صغير جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولها القدرة على التكاتر في فترة زمنية قصيرة وبسرعة هائلة فالصفات المشتركة بين الفيروس والبكتيريا هي صغر حجم والقدرة على التكاتر بسرعة إلا أن هناك اختلافات كبيرة بينهما فالبكتيريا كائنات حية دقيقة ووحيدة الخلية تحتوي على كل ما تحتاجه للقيام بجميع وظائف الحياة الأساسية التحتوي على ما الدوراتية مسؤولة عن تحديد الصفات وسلوك البكتيريا لجانب أجهزة لصناعة البروتينات التي تحتاجها من أجل الحياة فخالية البكتيريا مثلنا تتغدى وتقوم بالاستقلاب الذاتي وتتكاتر عن طريق الإنقسام ومن بين الأمراض التي تسببها البكتيريا الديفتيريا الفوليرا السل السعال الديكي أمر مهم ليست كل أنواع البكتيريا مضرة بالصحة بل على العكس فجسم الإنسان بحاجة ماسة لبعض أنواع البكتيريا للبقاء بصحة جيدة فالبكتيريا المعوية على سبيل المثال تساعد على هضم الطعام الفيروسات جزيئات وليست مكونات خلوية خلافا للبكتيريا فإن الفيروسات عبارة عن جزيئات معدية وليست خلايا وتتألف من مواد وراتية محطة بإغشاء واق من البروتينات ولا تمتلك الجهاز لتوليد الطاقة وإنتاج البروتينات أو التكاتر وبالتالي فإن الفيروسات أصغر بكثير من البكتيريا بينما يبلغ حجم البكتيريا 0.001 مليمتر فإن حجم الفيروسات لا يزيد عن 1% من حجم البكتيريا والكثير من العلماء لا يرون الفيروسات على أنها جائنات حية لا يمكن للفيروسات أن تتكاتر بدون مساعدة خارجية التدخل المكونات الحمض النووي والغلف البروتيني للفيروس إلى الخالية المضيفة ليتم تثبيت وإيقاف كل المعلومات الجينية الموجودة في الخلية المضيفة ويسخر الفيروس الخلية المضيفة لتكون الفيروسات الجديدة إلى أن تنفجر الخلية المضيفة الخاصة به فبعض الفيروسات تصيب النبتات وتسبب الفيروسات أمراض للإنسان ومن أخطر الفيروسات الإز والتهاب الكبد الفيروسي والإنفلونزا والحمى الصفراء أما بالنسبة للأدوية الخاصة لعلاج الفيروسات فالمضادات الحيوية تؤثر على البكتيريا فقط فالفيروسات لا تعتبر كائنات حية مما يعني أن القضاء عليها غير ممكن وعلاجها يمكن أن يتم عبر استخدام مضادات فيروسية وبذلك يمنع الفيروسات من التكاتر ودخولها إلى الخلية المضيفة أتمنى أن ينال المضوع إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة دمتم بألف خير إن شاء الله حفظكم الله ورعاكم